حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ماذا تعلمون عن الفوائد العلاجية المذهلة للتمر؟ الحقيقة هذه الثمرة ثمرة مباركة بكل معنى الكلمة يعني أنظروا إلى ارتفاع النخلة أولا ترتفع كثيرا انظروا إلى تركيب هذا الجذع تركيب الأوراق تركيب الثمار له شيء غريب يختلف عن كل الثمار على فكرة أيها الأحبة التمر لديه قابلية يمكن أن يخزن لسنوات دون أن يفسد يعني هناك خصائص قوية جدا حتى في القشرة الرقيقة جدا الخارجية للتمر فيها خصائص وميزات عجيبة لا تتوفر في أي نوع آخر من الثمار سبحان الله طيب لماذا ميز الله هذه الثمرة بهذه الخصائص العجيبة؟ أنا أقول لكم أيها الأحبة إن التمر هو صيدلية متكاملة من العلاج والشفاء والغذاء أولا خذوا عندكم أيها الأحبة معظم أمراض العصر الآن سببها عدم أخذ الكمية الكافية من الألياف الطبيعية يعني معظم الناس يأكلون غذاء مصنع خالد تقريبا من الألياف وجبات سريعة سكريات كربوهيدرات إلى آخر لا يوجد فيها ألياف التمر فيه أفضل نوع من الألياف وبكمية كبيرة جدا بحيث أنك لو أكلت فقط تمر يمكن أن يكفي حاجتك من هذه الألياف المهمة للجهاز الهضمي وإلى الجهاز الهضمي لن يعمل بكفاءة عالية من دون أن يأكل التمر طبعا يمكن تعويض ذلك ببعض الخضار والفواكه ولكن التمر يغني عنها جميعا سبحان الله كمية التمر التي تنتجها الطبيعة كما يقول التطوريون أن الطبيعة هي التي تنتج تمر تكفي غذاءا للسبع أو سبع ونصف مليار إنسان لا يوجد أزمة في التمر أيها الأحبة سبحان الله هذا يدل على أن الله هو الذي خلق التمر وخلق هذه الأشجار ووضع فيها القدرة الهائلة على التأقلم والتكاثر وإنتاج كميات غزيرة ثم أنظروا إلى البيئة التي يعيش فيها التمر البيئة جافة جدا درجة حرارة عالية جفاف رمال أحيانا غبار كل هذا يعطي للتمر قوة غذائية خاصة في داخله بوتاسيوم كالسيوم حديد مجنيزيوم هذه العناصر الأساسية موجودة في التمر أيها الأحبة أفضل أنواع السكريات تجدها في التمر سهل الهضم يعني سهل جدا على المعدة حتى المعدة المتضررة المتقرحة كذا تجد التمر سهل جدا السكر الموجود في التمر حتى مريض السكر يمكن أن يأخذ بضع التمرات طبعا بنظام معين بل ويستفيد منها على فكرة ضروري يعني يعني بدلا من أن يأخذ أي نوع من أنواع السكريات يأخذ التمر أفضل بعد الجوع التمر يكاد يكون هو المادة الوحيدة التي لا تؤذي المعدة حتى لو أثقلت منها أو أكد كمية كبيرة لا تؤذي المعدة سبحان الله هناك أيها الأحبة خاصية في التمر وهي أنه ينقي السموم من الجسم نحن الآن في عصر التلوث أقوى مادة غذائية للتخلص من السموم هي التمر أيضا سبحان الله الشيء الثاني أحبتي في الله التمر عندما ينقع مع الماء يكون له مفعول ممتاز جدا في تنشيط الدورة الدموية تنشيط النظام المناعي تنشيط الجهاز الهضمي ويعني ضبط هذا النظام الهضمي في الجسم بحيث أنه يعالج الإمساك المزمن يعالج اضطرابات الهضم ولكن بشرط ألا تأكل يمين وشمالي يعني وجبات سريعة وكذا 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 تراكم ثم تأكل تمر لا من هنا تتجلى أو يتجلى أمامنا سر الهدي النبوي الهدي النبوي له أسرار أيها الأحبة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود أبو داود إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور يعني فليفطر على الماء لأن الماء طهور سبحان الله ينقي الخلايا يطهر الخلايا ما هذا الهدي النبوي العجيب أيها الأحبة ثم يأتي ملحد لا يفقه شيئا يقول لك الغذاء الوحيد الذي كان متوفرا في الصحراء هو التمر هل هذا معقول يعني حتى الآن في الصحراء لا يوجد إلا التمر مثلا وحليب الإبل كان في الجزيرة العربية كان لديهم الأعناب والتين والرمان كانوا يزرعون وكانوا يأتون بهذه الفاكهة من أماكن متعددة وإلا الشعراء يتغنون وذكروا ذلك منذ زمن الجاهلية ثم في الجاهلية لم يكونوا يركزون على التمر أيها الأحبة كغذاء هو موجود ومتوفر والإنسان بحكم تجربته وجد أن التمر من أفضل المواد التي تساعد الإنسان الذي يعيش في الصحراء لكي يتجنب الجفاف ويتجنب التلوث الناتج عن الغبار وغير ذلك وتعطيه قوة كبيرة فكانوا يأكلونه ولكن لا أحد كان يعلم منافعه حتى العصر الحديث أثبت العلماء أن هناك فوائد كثيرة جدا في هذا التمر تؤهل هذا التمر أن يكون صيدلية علاجية متكاملة تأخذ منه المعادن الضرورية للجسم والأملاح وتأخذ منه الألياف وتأخذ منه السكريات البسيطة السهلة الهضم ومنقوع التمر مع اللبن أيضا له فوائد منشطة بخاصة لكبار السن من أجل تقوية النظام العظمي أو الجهاز العظمي العظام يعالج هشاشة العظام أيها الأحبة لكبار السن بشرط أن ينقع مع الحليب أو اللبن لفترة كافية ثم يشرب ويأكل وله مفعول السحر سبحان الله حتى من العلماء من يقول أن هذا التمر فيه منشط حيوي أو جنسي حتى يعني ينشط الخلايا بالنسبة للأم الحامل يساعد أيضا على تخفيف تقلصات الرحم وجعل هذه التقلصات طبيعية يعني يخفف آلام الحمل آلام المخاض لذلك الله أمر السيدة مريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا يعني لا تحزني لأن الحزن يؤثر على الجنين إذن تناول التمر أيضا يؤدي لشيء من السعادة والسرور فكلي واشربي وقري عينا لماذا أيها الأحبة لأن هذا التمر أحبتي في الله فيه مواد وعناصر غذائية يحتاج الجسم لها فعندما تأتي هذه المواد يشعر الإنسان بالارتياح وبالتالي أحبتي في الله نجد أن أحد أهم أغذية المؤمنين في الجنة النخيل والأعناب من نخيل وأعناب تجريم تحتها الأنهار جنات من نخيل وأعناب سبحان الله إذن أيها الأحبة يعني أنا لا أجد إلا أن أقول كما قال الله تبارك وتعالى مذكرا عباده بهذه النعم الغزيرة التي ينبغي أن نستغلها ونبتعد عن السكريات وهذا الكلام ونأخذ هذا الغذاء اللذيذ المفيد الذي يطيل العمر أيضا والأعمار بيد الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قدمنا العلم النافع وأن يتقبل منا ومنكم صيام هذا الشهر وقيامه إن شاء الله وأن يعتقنا وإياكم من النار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق